موجزة الثالثة من التلفزيون المصري أهلا بكم أصدر البنك المركزي والمؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2022 في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين بهدف دفع النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تشير المؤشرات إلى إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 إلى 2022 حيث حققت معدل نمو بلغ 147% ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات مصرفية إلى 42 مليون و300 ألف مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين والبالغ عددهم 65 مليون و400 ألف مواطن تواصل الدولة جهودها الحثيثة لزيادة عدد مراكز فحص المقبلين على الزواج لتصل إلى 313 مركزا بجميع محافظات الجمهورية والعمل على زيادة أعداد المراكز تباعا جاء ذلك خلال إعلان وزارة الصحة والسكان التتشينة الرسمية للعمل بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج ضمن مبادرات الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة وذلك بمقر المركز المصري للتحكم في الأمراض وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة فحص 110 ألاف من راغب الزواج وإصدار 79 ألف شهادة طبية موثقة نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومن خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية قافلة طبية بزفتة بمحافظة الغربية وشملت القافلة الطبية حملة للكشف عن أمراض العيون ضمن مبادرة عينيك في عينينا للحد من مسببات العامة وذلك في إطار خدمة أهلينا في المحافظات وإقليميا ندد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بورل بتصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأضاف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنه يحث جميع الأطراف على التحلي بالحد الأقصى من ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد والالتزام بالهدوء خلال فترة الأعياد الدينية الراهنة في سياق منفصل أعلن البنك الدولي عن منحة بقيمة 10 ملايين دولار لمساندة وزارة الصحة الفلسطينية في جهودها لتحسين جودة تقديم خدمات الصحة العامة وكفاءتها وأضاف البنك الدولي أن المشروع الجديد الذي يموله يهدف إلى المساعدة في ضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاق تغطيتها وبناء قدرتها على الصمود نهاية موجز الثالثة من التلفزيون المصري شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر